أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن إسهامات أبناء البحرين في مسيرة التنمية والنهضة ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية ومشيدا سموه بدور العوائل البحرينية الذي شكل على الدوام رافدا لمختلف مسارات التنمية الاقتصادية جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عائلة الكوهجي حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة بتقديم التعازي في وفاة رجل الأعمال عبد الحميد عبد الجبار الكوهجي رحمه الله مثمنين ما يليه سموه من حرص على التواصل مع المواطنين في مختلف المواقف والظروف وخلال اللقاء استذكر سموه مناقب رجل الأعمال عبد الحميد عبد الجبار الكوهجي رحمه الله وإسهاماته الوطنية سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء ترجمة نانسي قنقر